ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت الآية الثلاثون يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ربنا الله هذه ليست كلمة تقال ولكنها بحث ذاتي بحث طويل الإيمان لا يتأتى بكلمة تقولها ولكن ببحث ذاتي طويل تبحثه فنهاية المطاف ونهاية هذا البحث ونهاية التأمل ونهاية التفكر ونهاية التدبر أن تقول ربي الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ذكر الله عز وجل في هذه الآية فمرتين من ثمار الاستقامة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وقد يخاف الناس وقد ينخلع قلب الناس لخطر داهن وقد يقلقون وقد يقهرون أما ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المستقيمين بأنهم يتمتعون بشيئين ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا على ما فات وهل من شعور يدمر السعادة الإنسانية كالخوف أو كالندم إن من أمض المشاعر ومن أشدها إيلاما أن تندم على شيء فات وأن تقلق للمستقبل ومن دون أن تستقيم القلق والندم صفتان ملازمتان للمنحرفين دائما يندم على ما فات ودائما يقلق لما هو آت فالمستقيم كما وعد الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن أما قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني تكونت قناعاتهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الرب وحده يجب أن تؤمن بأن الله هو الخالق وأنه لا خالق سواه وأنه هو الرب وأنه لا رب سواه وأنه هو المسير وأنه لا مسير سواه عبر علماء التوحيد عن هذه الحقائق بقولهم وحدة الخلق وحدة الربوبية وحدة الألوهية الآية الثانية في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن ينزعوا من أذهانهم هذا المفهوم الخاطئ المفهوم السازج كلما طالبتهم بالاستقامة يقول لك أحدهم أخي أنا ما ينبي ومن قال لك إن الاستقامة خاصة بالأنبياء من قال لك ذلك إليك الدليل القطعي القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته فاستقم كما أمرت ومن تاب معك استقم فعل أمر يفيد الوجوب فاستقم كما أمرت ومن تاب معك النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كلما دعوت إنسانا إلى أن يستقيم رفع عقيرته وقال أخي أنا ما لي نبي لا تكلفني ما لا أطيق هذا كلام فيه ضلال كبير وفيه زيغ خطير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لهذا هذه الآية وردت في سورة هود لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود يعني سورة هود والذي شيب النبي فيها هذا الأمر الخطير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أنت أيها الأخ الكريم تطلب من الله الكرامة تطلب من الله أن ينصرك على أعدائك أن يوفقك أن يرفع شأنك أن يستخلفك في الأرض أن يمكن لك دينك وهو يطلب منك الاستقامة إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله أي استقم على أمر الله ما الاستقامة؟ قال بعضهم إنها ضد الطغيان ما معنى طغى؟ يعني خرج عن الخط المستقيم طغى خرج عن المنهج طغى القطار إذا خرج عن سكته طغت السيارة إذا خرجت عن الطريق المعبد إلى واد سحيق معنى طغى أي خرج عن الخط المستقيم والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهجا وقال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان هذا التقديم ليس تقديما زمنيا لا يؤقل أن يعلم القرآن ثم يخلق هذا مستحيل لكن هذا التقديم تقديم رتبي يعني ما قيمة الإنسان بلا منهج ما قيمة هذه الآلة المعقدة بلا تعليمات ما قيمة هذه الجامعة بلا نظام داخلي ما قيمة هذا الشيء بلا توجهات استعماله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذن الاستقامة أن تلزم المنهج الإلهي أن تلزم أمر الله وسنة نبيه والطغيان أن تحيد عن هذا المنهج في عقيدتك في تصرفاتك في كسب المال في إنفاق المال في علاقاتك في جدك في لهوك في إقامتك في سفرك في علاقاتك الدافلية في علاقاتك الخاصة جدا في علاقاتك العامة حينما تخرج عن منهج الله أيها الإخوة الأكارم متى تخرج عن منهج الله لا بد من أن تعرف هذا المنهج حتى تعرف ما إذا كنت قد خرجت أو لم تخرج كيف تعرف أنك خرجت عن هذا المنهج إن لم تعرف المنهج إذن طلب العلم فريضة طلب الفقه حتما واجبا على كل مسلم طلب العلم أساس الاستقامة وطلب العلم أساس التوبة كيف تتوب من ذنب قبل أن تعرف أنه ذنب وكيف تستقيم على منهج الله قبل أن تعرف منهج الله عز وجل إذن الخطوة الأولى الحركة الأولى الموقف الأول الهم الأول الاهتمام الأول أن تعرف منهج الله عز وجل أمره ونهيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه هنا أضيف معنى جديد استقيموا إليه قد تستقيم إلى زيد أو عبيد قد تستقيم لتمال مكانة عند فلان قد تتسلم عملا ذا عائد كبير ودخل كبير من حرسك على هذا الدخل تستقيم في هذا العمل ولكن استقامتك من أجل أن يرضى صاحب العمل فأنت استقمت لا إلى الله عز وجل استقمت إلى زيد أو عبيد هنا في معنى جديد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه هذا يشبه قول الله عز وجل ولربك فاصبر قد توضع في ظرف تؤمر أمرا تعسفيا وأنت بعيف وليس في إمكانك أن تقول لا إنك تصبر ولكن تصبر وأنت مقهور ليس هذا الصبر هو الذي أراده الله عز وجل الله عز وجل يقول ولربك فاصبر وبالمناسبة كلما تزللت إلى الله رفعك الله وكلما صبرت لله أعزك الله وكلما كنت خاضعا لله أخضع الله الآخرين إليك وكلما هبت الله هابك الناس وكلما نزعت من قلبك هيبة الله نزعت منك هيبة نزعت من الناس هيبتك قواعد قوانين يعني الإنسان لو أنه يفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهما عميقا إذا فهم ما قاله النبي على أنه قواعد ثابت قوانين مثلا عفوا تعفوا نساؤكم يعني كلما غددت بصلك عن محارم الله الله سبحانه وتعالى حفظ لك زوجتك من أن تزل قدمها بروا آباءكم تبركم أبناؤكم الأبناء يبرون آباءهم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس هي قواعد لو عرفت أن هذه القواعد حتمية واقعة لا محالة لأنها من عند خالق البشر من عند خالق الكون القضي أن تقف من هذا الأمر أو هذه القاعدة موقف المصدق موقف المهتم والطريق إلى ذلك كلما عظم عندك ربك كلما عظم أمره إذا إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض وازدادت خشيتك لله عز وجل من ثمار هذه الخشية أنك تعظم أمر الله عز وجل لهذا قيل قال أحد أصحاب رسول الله أظنه سيدنا بلال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت إذا هيا فاستقيموا إلي يجب أن تكون استقامتك خالصة إلي لكن أحيانا هي قلتها لكم سابقا قد يأتي أمر إلهي متوافق مع أمر وضعي فالسرقة حرام في شرع الله وحرام في قوانين الناس فالذي ينتمع عن السرقة لا تدري أهو خوف من عقاب البشر أم خوف من عقاب خالق البشر القضية هنا مختلطة أما هناك أوامر ينفرد بها الدين وحده أمرك بغض البصر وأمر المؤمنة بغض البصر فحينما تستجيب المؤمن لهذا الأمر مع أنه ليس في الأرض كلها قانون أو أمر يحضر عليك أن تنظر إلى امرأة في الطريق حينما تنفذ أمرا ينفرد به الدين هذا يؤكد لك أنك مخلص لله عز وجل غض البصر هذه مدرسة لماذا؟ لأن كل من يغض بصره عن محارم الله يشعر في قرارة نفسه أنه لا يبتغي بهذا الغض إلا وجه الله لأن الناس لا يعنيهم هذا الأمر ولا يوجهون هذا التوجيه في عنا شيء آخر من الاستقامة معنى جديد وأن لو استقاموا على الطريقة استقاموا الطريقة مستقيمة إذا استقاموا عليها إذا تابعوا هذا السير المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه أول ثمار الاستقامة أن تكون في بحبوحة هذا كلام خالق الكون كلام الله عز وجل هذه الأمطار الشحيحة المعدلات المتدنية انحباس ماء السماء هذه الظاهرة أهي ظاهرة جغرافية أم ظاهرة إلهية الحقيقة إن الله عز وجل حينما يقول في كتابه الكريم وأن لو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه يتضح من هذه الآية أن الناس لو استقاموا على أمر ربهم لن همرت السماء بمائها لذلك كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء وكلما رخص لحم النساء غلى لحم أبضاء علاقات سابتة وكلما هان الله على الناس هانوا عليه يعني الإنسان حينما لا يبالي أكان دخله من حلال أو من حرام لا يبالي الكلمة الشائعة حتى الفرج من هون ليوم الله بفرجاء الله لا أبدأ إيه؟ كلما هان الله على الناس هانوا عليه ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم هذه البراكين والصواعق وما يشبه الصواعق القزائف قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ما أقصى بأس الإنسان وإذا بطشتم بطشتم جبارين طيب هذا عقاب من الله عز وجل إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه من ثمار الاستقام من خلال هذه الآيات ألا تخاف مما هو آت وألا تحزن على ما قد فات أنت في منجات من القلق ومن الندم والقلق والندم حالتان نفسيتان يدمران الصحة النفسية شيء آخر يجب أن تستقيم على أمر الله كما أمر النبي أن يستقيم على أمر الله أنت بهذا الأمر واحد الشيء الآخر الاستقامة يجب أن تكون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا ابتغاء زيد أو عبيد ولا فلان ولا علان والاستقامة من ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك يزيل عنك كل مكروب كل كرب كل هم كل حزن كل ضيق كل قلق الآن إلى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ماذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ماذا قال سيدنا الصديق عن الاستقامة عن الاستقامة قال أن لا تشرك بالله شيئا تعريف الصديق للاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا لمجرد أن تطيع إنسانا وتعصي ربك فقد أشركت به رأيت طاعته أغلى من طاعة الله للمجرد أن تتبع هواك وتعصي أمر الله عز وجل أشركت نفسك مع الله أفرأيت من اتفذ إلهه هواك هذا فهم عميق جدا للاستقامة الاستقامة عند هذا الصحابي الجليل عند سيد الصحابة والتابعين عند من من لم تطلع شمس على رجل خير منه سيدنا عمر لما كان مع أصحابه الكرام أحدهم أراد أن يتقرب منه يعني كما يحدث دائما قال والله ما رأينا أحدا أفضل منك بعد رسول الله لسيدنا عمر الكلام قيل ما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن نظر في أصحابه محدقا ومستنكرا أحدهم قال لا والله لقد رأينا من هو خير منك لا 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 بأين قال ومن هو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه لقد كذبتم جميعا يعني جعل سكوت هؤلاء جميعا كذبا وصدقت خاطب الذي قال لقد رأينا من هو خير منك ماذا قال عن سيدنا الصديق قال كنت أظل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك كنت أظل من بعيري سيدنا الصديق يقول الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا بالضبط اعلم علم اليقين لمجرد أن تعصي الله عز وجل رأيت في هذه المعصية أنها مغنما مغنم هنا الشرك هنا الشرك رأيت هذا الإنسان إذا أطعته وعصيت الله تستفيد وقعت في الشرك وأنت لا تدري سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون ماذا قال عن الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي يعني أن يجدك حيث أمرك وأن يستقبك حيث نهك ولا تروغ روغان السعلب أخي بدنا فتوى حوليك فتوى هذا روغان اسمه بدنا حيلة شرعية لازم هالرجل يعني فيه طريقة أنه يسكن مع زوجة أخوه بدون حراج يروغ روغان السعلب ما هو الحل الحل يعقد عقد على فتاة صغيرة في سن الرضاع ثم تأتي زوجته زوجة أخيه فترضعها فإذا هي أم زوجته من الرضاع ثم يطلق هذه الفتاة الرضيع زوجة أخيه هي أم زوجته على التأبيد له الحق أن يراه هذا ما اسمه هذا اسمه روغان السعلب كما قال سيدنا عمر حيلة شرعية وكأن الله لا يدري ما يحصل وكأن الله عالم السر والنجوة لا يدري سيدنا عثمان ماذا قال عن الاستقامة؟ قال استقاموا أي أخلصوا العمل لله سيدنا عثمان ألقى الأضواء على الإخلاص في الاستقامة سيدنا عمر على العمل سيدنا الصديق على العقيدة التركيز عند الصديق كان على الشرك المنحرف مشرك سيدنا عمر التركيز على العمل سيدنا عثمان على الإخلاص وكلهم من رسول الله ملتمس أما سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس قالوا استقاموا أي أدوا الفرائض من أين جاء بها؟ ما عبد الله بأفضل مما افترضه نعم الحديث الشريف أنه بأفضل مما افترضه عليكم أداء الفرائض مقدم على كل شيء اتقي المحارمة تكون أعدد الناس وارد بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس نعم سيدنا الحسن قال استقاموا على أمر الله عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته اجتنبوا معصيته أي تركوا بينهم وبينها هامش أمان بعض العلماء يقول استقاموا أي استقاموا على محبته وعبوديته كما قلت لكم دائما العبودية غاية الخضوع مع غاية الحب هذا معنى استقاموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم هذا هو الدين كله يعني إذا الإنسان آمن بالله ما استقام ما فعل شيئا مع أن الاستقامة لا بد لها من إيمان بالله أما إذا آمنت ولم تستقم ما فعلت شيئا يعني واحد على وشك الموت عطشا على وشك الموت عرف أن في هذه الجهة نبع فياض فيه ماء نمير زلال لم يذهب إليه هذه المعرفة ما قيمتها ومات عطشا فالمعرف هو لم يرتوي إلا إذا عرف النبع أما إذا عرف النبع ولم يذهب إليه ما فعل شيئا هذه حقيقة هذا كلام ملخص الملخص إنسان يتلوى جوعا أو يكاد يموت عطشا وعرف النبع ولم يذهب إليه لهذا ربنا عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر ما قيمة إيمانهم ما قيمة كل قناعاتك كل حقائق التي عرفتها إن لم تتخذ موقفا عمليا إن لم تنتهي إن لم تأتمر إن لم تفعل إن لم تترك إن لم تصل إن لم تقطع إن لم تغضب إن لم ترضى إن لم تأخذ موقفا عمليا لا قيمة لكل قناعاتك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده يقول عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظوا على الوضوء إلا مؤمن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه أوتي جوامع الكلم استقيموا ولن تحصوا لك أن تفهم هذا الحديث فهمين الأول أنك إذا استقمت على أمر الله لن تحصي الخيرات التي تتأتى من هذه الاستقامة يعني سعادة نفسية توفيق في العمل سرور طمأنينة شعور بالراحة شعور بالتفوق هذا كله من لوازم الاستقامة يعني من علامات الاستقامة أن يقول المستقيم ليس في الأرض من هو أسعد مني المؤمن مبتلى المؤمن قد تأتيه بعض المكاره ولكن ليس معنى هذا أنه ليس بسعيد سعادة داخلية شعوره أن الله يحبه هذا شيء مسعد شعوره أن الله راض عنه هذا شيء مسعد شعوره أنه على منهج الله هذا شيء مسعد شعوره أن الله وعده بالجنة هذا شيء مسعد فالإنسان مؤمن سعيد في داخله ولا يمنع أن يبتلى في ظاهره يبتلى وينبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الإنسان لا بد من أن يبتلى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله هاي استقيموا ولن تحصل في حالات إذا الإنسان دخل بالوسواس القضية صعبة جدا فيمكن أن يفهم هذا الحديث أن الإنسان لا يدخل بحالة الوسواس يعني توضى لا ما توضى لا ما تبلغ لا ما تبلغ عاده دوة مرة ثانية مرة ثالثة مرة الرابعة دخل بما يسمى وساوس فهذا المعنى الآخر قد يكون من هذا الباب على كل الاستقامة هي السداد السداد يعني أن تصيب الهدف وفي حالات قد لا تستطيع شيء فوق طاقتك إذن لابد من المقاربة لابد من المقاربة المقاربة كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا يعني أهون الشر أحيانا الإنسان يفرض عليه وضعان عليه أن يختار أهونهما أهون الشرين سماها النبي عليه الصلاة والسلام مقاربة يعني إلو أخط ليست ملتزمة على أمر الله طيب هل يقاطعها أم يصلها إن قاطعها تزداد حرافا وإن وصلها لا تصلي نقول له صلها إنك إن وصلتها لعلها تهتدي يقول لها يقول لك أليست مستقيمة بيتها في كذا وكذا أهون الشرين أن تصلها يعني في حالات أحيانا أنت مضطر أن تفعل ما هو قريب من الاستقامة لا في الأحكام الشرعية ولكن في المعاملات سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله يعني إذا كان عطيناك مفتاح بيت حقه 30 مليون المفتاح ما ثمنه 20 ليرة ظنيت البيت ملكك أنت أخذت مفتاح البيت ولم تدفع ثمن البيت البيت فضل من الله عز وجل مسألة التقريب أنت حينما تستقيم على أمر الله دفعت ثمن الجنة دفعت مفتاح الجنة اشتريت مفتاح الجنة ولم تشتري الجنة بكاملها الجنة محض فضل من الله عز وجل فرق بين أن تشتري المفتاح وبين أن تشتري الجنة فالجنة برحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يعني حتى أخواننا الكرام ما يقعوا بتناقض بين هذا الحديث الصحيح الذي خرجه علماء الحديث وبين آيات كثيرة تقول أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون قد يسأل سائل كيف نوفق بين هذه الآيات وهذا الحديث التوفيق سهل جدا كنت قد ضربت مثلا لكم من قبل أنه شاب في الصف العاشر توفي والده والده فقير له عم غني قال العم لابن أخيه يا ابن أخي إن أردت أن تدرس فأنا أنفق عليك وعلى أهلك هذا الشاب درس العاشر تفوق تابع الإنفاق عليه درس الحدي عشر تفوق درس الثاني عشر تفوق دخل الجامعة أخذ طب أخذ أعلى شهادة بالطب عاد فتح عيادة تألق اسمه وذاع سيطه وكبر دخله وصار في بحبوحة مثلا التقى العم مع ابن الأخ فقال العم لابن أخيه يا ابن أخي والله لقد نلت ما نلت بجهدك وسعيك واجتهادك وعرقك وكد يمينك وعرق جبينك الكلام صحيح قال له ابن الأخ والله يا عمي لو لا فضلك لما كنت بهذا المقام هو العم لو أن ابن أخيه لم يجتهد ما تبع الإنفاق عليه ولو أنه كان مجتهدا ولم يتوافر له عم ينفق عليه لما نال هذه المرتبة فنقول إن ما حصله من هذه المرتبة الاجتماعية والعلمية سببها مفتاحها اجتهاده والفضل فيها لعمه مثل التقريب فإذا قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يعني العمل مهما كان مستقيما مهما كان البذل كبيرا لا يكفي لدخول الجنة هو مفتاحا للجنة ربنا عز وجل جعل الاستقامة والأعمال الصالحة مفتاحا لدخول الجنة أما دخول الجنة بفضل الله عز وجل